مع انقلاب ميليشيا القوثي كل شيء تغير هذه المغسلة البخارية كانت تعمل بمادة الوقود ومع مرور السنوات تحولت للعمل بالحطب فتح العديني مالك المغسلة الواقعة في شارع الجمال وسط مدينة التعز فرضت عليه أزمة عدم وارتفاع أسعار الوقود استخدام الحطب لتشغيل مغسلته لمواجهة الظروف المعاشية الصعبة تجنباً لتوقفها خصوصاً وأنها تعد مصدر الدخل الوحيد للأسرة ارتفاع الأسعار وغلاء الديزل يعلن أن نعود للوقود القديم وهو الحطب أو الوقود القديم الفاح منذ أكثر من عامين يستخدم فتح الحطب في تقديم خدمة كي الملابس لزبائنه بالبخار المنبعث من حرارة الغلاية أو ما يسمى البولر بعد وضع كميات كبيرة من الحطب فيها وهي فرصة تضمن له الاستمرار في العمل على الرغم من وجود مشكلات تتمثل بتصاعد الدخان ما قد يخلق له وللعاملين وحتى القاطلين في الحي مشكلات صحية اللي جاءنا إلى الأشياء البديلة رغم أن هذه تضرب البيئة وتضرب ونعلم ذلك وكذلك هذا يجعلنا أن نتحصر على أنفسنا تجد نفسك أن أنت مضطر أن أنت تستهلك هذا الاحتطاب القائر له آثار سلبية على البيئة وذلك بإطلاق أو بعد استخدامه بالأفران وإستخدامه بالطاهي أو بإعداد الطعام يسبب استخدامه إطلاق أول أكسد الكربون للقو وهذا يعمل مشاكل بيرتفاع درجة الحرارة أو بتشكيل أمطار حمضية ضمان تدفق الحطب من الأرياف بشكل مستمر وثمنه المناسب أوجد فرصة لعدد من ملاك المخابز والمغاسل في إعادة تشغيل محلاتهم واستخدامه ما يعني زيادة في طلب كميات أخرى من مداخل المدينة حيث يعد مؤشرا كارثيا يهدد البيئة الطبيعية نتيجة الاحتطاب الجائر على المدى البعيد ومضاعفة التلوث داخل المدينة على خالد قناة بالقييس تعهز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر